اشتركوا في القناة ازاي حضرتك ربنا اخليك شرف ليا ايضا للأستاذ بحمود صابر ازايك أستاذ بحمود ده منور النهوة يا أستاذ الحمد لله عندنا كلام كتير جدا وامور كثيرة جدا ولكن خليني ابدأ مع حضرتكم بمباراة الاهلي والمريخ وكان هناك بعض الانتقادات يا أستاذ عصامل طالت لعبت النادي الاهلي وجعازه الفني في هذه المباراة ولكن الكل تناسى كل ده وبيفكر في مباراة بكرة ان شاء الله هو ده النادي الاهلي وجمهوره جمهور النادي الاهلي يعني حتى دايما لما بيطلع النداء من جمهور النادي الاهلي بتلاقيه مناسب جدا جدا للحالة جمهور الاهلي يعني جمهوره هو حماة يمكن انبارح بعض الجاميري كانت بتسألني على ده تحديدا فقلت لهم خلاص في ما قبل المباراة وخلال التسعين دي او بعدهم بشوية شويتين اللي هو الغاية التاني يوم اتكلمنا وقلنا ربما اخطأ من وجهة نظر المتابعين والمحللين والاهم الجماهير لان دي صاحبة الحقوق الاصيلة لكن فورا هتلاقي على مساء اليوم التالي الناس كلها راحت تاني في سكة جمهوره دا حماة هيستنى النصر وهيستنى وياه وهيشوف وهيتابع هل هيكون هناك جديد وتحصل تاني يعني خطبة للتحاد دي دون ما يكون فيه اتفاق مسبق عليها هكذا اعتاد جمهور النادي الاهلي وبالتالي كلهم بدأوا يروحوا انه كان مكان ننتظر بقى بعض التحسينات يا جوز بعض ما كان يمكن ان يفعل ولم يفعل على اساس انه بكرة مباراة فارقة الناس مش يبقى ماشي معاها الاهلوية فكرة انه عندي المريخ والدوري انا التقي الطموح وبراميز وكذا فاروح في سكة انه الماتش دا لا يهم خلاص دي فكرة ملغية لا الماتش دا يهم وكل شوط يهم وكل خمس دا يهم وبالتالي ينتظروا اداء من النادي الاهلي يعود الوقت اللي عاشوه خلال مباراة المريخ متوترين وقلقانين ودي برضو حاجة طبقية والاهلي بيخرج الناس تتكلم وتقول طبعا ليك حق حتى لو بالصمت يعني مش لازم يطلع المسئول يقوله الجمهور لا انت ليك حق وكذا لكن على الاقل بيقبل منه مادامة محب غير مغرد ولا تسأله يعني منتخب مصر اللي يعمل كويش يقولك بس ايه رأيك موسيماني وحش مثلا او الشناوي مش عارف ماله خلاص الغرض بيباد لكن هكذا اعتدنا من جمهور النادي الاهلي تمام السيد محمود للتحسين او كيفية التحسين في ظل حالة الاجهاد الشديدة بل الشديدة عشان برضو بيقولك انت بتكبر المواضيع في ظل حالة الاجهاد اللي موجودة في النادي الاهلي اقولي طيب كل ما اقول كلمة من بلح انا بقول يا جماعنا انا رأيي انا بقول الله يا استاذ عساق انا بقول انا رأيي من الماضي ده يتأجل في مصلحة الاهلي وفي مصلحة كل الفرق اللي بتلعب في افريقيا كل ماضياتهم تؤجل النهاردة وفي مصلحة منتخب مصر لان انت كده معناها ان انت لعبت السبت اللي فات هتلعب السبت اللي جاي بس وحتلعب السبت اللي بعده وبالتالي اسبوع 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 هتتخش على يوم 25 وانت عندك يعني رفاهية ان احنا تختار الاختيارات اللي انت عايزها كمدير فني دي كانت وجهة نظر ايه لا لا بس كابتن لجزئيت بقى تأجيل ومش تأجيل انا شايف انه خلاص يعني وكان من الاساس لا 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 خلاص انا اخذ نظر انا اخذ نظر انا اخذ بال وعشان ما نروحش الجزئية اللي انت عارفها واصلا انا مش عاوز ذهاب البرامتز وكان انه مثلا ان البرامتز يعني اتحول الى ايه لا تحول الى عقدة اه اوكي ايه هذه النقطة اللي هو عايز اصلاف لها يعني ما هي دي النقطة انت ايه بتروح فيها ويطلع لك طرف او عايز يسبتها او عايز يسبتها ويطلع لك طرف وقول لك لا او عايزين اجيله اصلاف طلبوه من غير صورة رسمية وكانت عاملية ويدي الايا اخاذ للأهل يلعب ده لسه موسم طويل الدوري لسه موسم تقاط الانفاس مش مشكلة بقى ان مسألة المنتخب مش المنتخب اللي بيديل والمنتخب هم ايه عارفين مصلحتهم فين وشايفينه بتابع لكن انت لما تيجي لماتش المريخ ماتش المريخ فيه جرس انذار يا كابتن جرس انذار واضح بصورة لجمهور الاهلي جمهور الاهلي بيعرف ينقذ ازاي فرقته طبع حتى لما يبقى هو نقده بيصل الى مرحلة ممكن ما تبقاش في المدرجات لكن في السنائيات والأعداد ناس تتكلم شوف فلان وعلا لكن فيه اكتر من العفرة الليلة بامانة شديدة بقول لهم محتاجة مراجعة وقفة مع النفس حتى في ظل حالة الاجهاد اه لا فيه لبعض فيه تعال شوية فيه البعض مؤثر في حق نفسه فيه بعض بياخدوا الفرصة والتانية والتالتة وبرضو مش رادي مش عارف في ايه يعني مش دي الروح وبرضين تجيب جولين ممكن تركب الملش ثلاثة واربعة وخمسة ييجي في الجولين يعني برضو دي جديدة على فكرة بس دي يا كابتل اسلام بعملنا شديدة اتكررت يعني لو رجعنا عملنا قراءة كده بسيطة هنشوفها في ماتشات كتير كنت انت رايح يما بتجيب هدف وتفاجأ بايه بهدف بهدف تعادل وتأذب وده اللي حصل المسلم اللي فات خلي بالا وضع بسواب ايه نقاط كسر كان نتيجة انك انت ايه فقط انت في ماتش في افريقيا خلاص يا جماعة انت البطل مرتين مش هيستنوا عليك خلاص لابد من ايقاف لحظة التواهج اللي انت عايش فيها وحلمك انك انت تروح للتال دا بيحتاج الى اختلاف دوافع بيحتاج الى دوافع قوية جدا بيحتاج الى جهد كبير جدا وبقول حاجة النادي الاهلي من المزات الفترة اللي فاتت السيستم بتاعه لو رجعنا بالمدربين وعملناهم كده من الالمان وفترة اللي هي يعني ساعتين ثلاثة وبعد كده فترة منويل سنة وبعد كده رجع منويل كان فيه حاجة يعني فيه شغل ايه اللي هو الحضانة اللي كان فيها الفريق الفريق كان بيقضي اكبر وقت في النادي في الملعب اكبر كلام في الكور لكن انت الجيل الحالي مع كامل احترامي نسبة التركيز مش زي النسبة قبل كده فانا بقول لهم انتوا يعني عندكم كل الميزات كل النادي حاطت كل قدراته وتجهيزاته ودعمه تحت اللي انتوا عايزينه بوفر لكم اللي ما توفرش لقبل كده ما بتسافرش افريقيا رحلات عايزة بتاخد طيارات طيارة خاصة وبتروح وتيجي ها في ارهاق مع كامل في ارهاق لكن برضو مش الارهاق المبالغ فيه بقولي يا جماعة بطولة افريقيا هالسنة دي ومسابقة الدولي مش هتكون نزها وتوقعوا كثير من المفاجآت محتاجة بأمانة شديدة اكتر من لعب في الفرق محتاجين يقفوا ايضا الادارة الفنية محتاجة دعم محتاجة قوة محتاج لا المسألة ما تستحملش انك انت تكون على ملعبك و2-0 وتفاجأ بـ 2-2 وكان ممكن المتش دي كورة ممكن المتش تضيع منك في لحظة نعم لا يعني بقول جمهور الاهلي سيظل داعم سيظل مساند سيظل خلف الفريق على اللعيبة انه هم يعيدوا حسابتهم لانه المرحلة المقبلة لا تتحمل ولا يعني محدش هتنتظر منه يدعمك بالصورة اذا حدث اي امر في الامور نزيف نقاط لانه خلاص انت دخلت بقى ايه كل اللي حواليك زي ما اتكلم كابتن سيدي وقال لك ايه كله بقى عنده ده وفع دولة مختلفة كله بيدعوا وبيشتريوا وبيعملوا طبعا فاعتقد انه لا يعني المريخ مباراة المريخ وبراميز بكرا ان شاء الله وانواجهة الصعبة مع سان داونز اعتقد هتوب ثلاث يعني ايه حسابات هتوب لازل تكون حسابات مختلفة يا كابتن سيدي حسابات مختلفة لا الناس وعيا وعرفة ان النادي الاهلي ودايما بنقول كده في تجمعنا هنا النادي الاهلي دائما هو صباق بكل جديد يعني برضو الناس بتلاحظ انه لما يرح رج المدير الفني علشان يقول للعيبة اشتغل على نفسك مفيش تلميذ مش محتاجي الاستاذ وبالتالي لا انت المفروض النهاردة وده ان شاء الله بعد المباريات الحساسة اللي جاية لابد ان يكون يعني الكل حاضر لده الاهلي يحتاج يعني استكمال الجهاز والفكرة مش فكرة مدرب اخر الفكرة بينة اوي فكرة التدوير والروتيشن وانا بتكلم في الكرة كما اقرأ انا مش بتاع الكرة جبوها لكن انا ممكن انقل للناس اللي بتحترمنا وجهات نظر واقول له انت صح ولا غلط قياسا بالكتاب الاهلي فعلها والدنيا هواية الاهلي يحتاج لمساعدين ومتخصصين وناس تدرب على ضربات الجزاء وناس تدرب على الشوتينج وناس تدرب على الهيدرز وناس تدرب على التاكلينج شفنا ده في عصور هواية الاهلي يحتاج ايضا لليوم الكامل وما اعتقدش ان دي تدايق اصلا لا الاجهزة الفنية ولا اللاعبين حتى ده بقى سؤال مطروح من مبهاء او الناس اللي بتطلع من جمهور النادي الاهلي اللي هو ما بيعرفش ترجمة المحب اللي مش بيتابع الحداثة انت عارف دلوقتي في جيل ما شاء الله مش بس سوشيال ده بيقرأ وبيروح وربما بيخاطب جهاد عبر الايميلز يعني اكدر ربما من الجمال عمومية بتاعت التحاد الكورة فين فين الحتة اللي يكلموها فبيلاقي ان دي لا يقل النادي الاهلي عنها قريا شيء وبيلاقي ان الجهاز الفني فيه ناس يعني مش كل الناس بتجري عشرين لفة ومش كل الناس بتعمل خمسة ضغط وبيلاقوا كريستيانو رونالدو مكتوب قدامه عشان يجيب جنبي يشوت خمسين كرة ثلاث مرات في الاسبوع زي الانتيبيوتك الناس حيزة تشوف ده في النادي الاهل زي ما شافته مع كوتي في الهواية التدريب من ثلاثة يام للاسبوع كامل ومرتين في اليوم مع مستر فيسا وازاي التسخين بقى بالكرة وثلاثة خمسة اثنين وكانش حد يعرف أنا حاجة هلوم ما جرى بقى وانت جاي لما تلاقي مانويل جوزي كمان جاي وبيعمل اليوم الكامل دون ضجيج ولا يعني انت تروح تروح فين الناس كلها في كل العالم بتروح شغلها الساعة السابعة الصبح زي بالزبط اللي بياخدوا القهوة والكروة كل العالم كده انا شفت اتناشر نادي تحديدا مفيش واحد فيهم غير التاني وفقارات مختلفة الاهلي لابد مع كل ما يقدمه للناس المستخدمين باللغة العربية اللي بينطقوا بعنايا لحد بقى دعمه ولا حد سنده بالعكس انت طليق على النادي الاهلي بتفوز بالمنصب لا لازم يقوله حضرتك هنا للعمل الكامل وتضع هذه الاستراتيجية ودي الفوز وبالتالي للجهاز انه يكفيه فقرا انه يشتغل معتيم وكأنه في الغرب انا مش اقوله ربا كلنا قرات لكن في الغرب ليه لانهم حارسين انه ده ياخد حقه علشان يعمل احسن شغل هيلاقي اقدارة اللي بتقوله تلعب مين ولا ما تلعبش مين ما تنصفش ابدا اللاعب على مدرسه او التلميذ على استاذه ومن ثم كمان هو لازم يشتغل باحدث المعدلات والمعدلات يا كابتن اسلام واعتقد ان الاهلي اكيد داخل على المرحلة دي زي ما عودنا دايما لكن الان ولابد ان الجمهور يعرف ده لدينا ثلاث مباريات هام وعاجل بكرا ان شاء الله يعني بعد خلاص احنا يعني جغرافيا بقنا بكرا باذن الله يعني وبما يسمى بمباراة كرة قدم طاليك بالنادي عشان لا احد يخرج بعد كده عن فكرة يعني ان هو ايه ما شاء الله بقى مطبصناها للنادي الاهلي لا ما فيش حاجة اسمها كده العيبة لازم تدافع عن فرصها وبالتالي مباراة المريخ ثم مباراة سندونس حتى المريخ اللي هما نصنا التاني والهلال السودان بدأوا يلعبوا حتى في المساحة دي لولا ان هناك رجال تعي معنا الوطنية وشافت يعني بعينيها ما قدموا الاهلي دون حتى اعلان الرجل رئيس النادي رجل محترم لكن برضو في حد تاني كده ايه يظهر بيتلقى مساهمات واستعين بصديق فطالع برضي يقولك لا او ظلمون او مش عارف ايه لكن صوته مش واصل لان بقول كلام ما ينفعش وبالتالي ثلاث مباريات الجمهور الاهلاء ومستني بعدها تحسينات كثيرة جدا تليق على النادي الاهلي وليس غير سيد محمود كابتل محمود البنة واحد من افضل الحكام الموجودين في مصر وفي افريقيا ايه رأيك في تعيينه غدا حكما للسحة في هذه المباراة المهمة جدا هو الانسب من وجه النصر اختياري موفق من لجنة الحكام اولا البنة من حكام الهديين في الملعب اتمنى له التوفيق اولا التوفيق ومع المساعدين واتمنى كمان لليل قاعد في غرفة الفار يكون يعني حوالي عندي ملحوظة غريبة جدا في كابتن احمد الغندور الحقيقة النهاردة كابتن احمد كان بيحكم مباراة الاسماعيلي الاسماعيلي بكرة هيحكم حكما هل ده طبيعي انا معرفش انا بس الياحوظة يعني في حكام تاني يعني انت قدمتنا ثلاث حكام حكموا يعني قمة الدوري كابتن مهربنة وكابتن محمد معروف ويعني كابتن محمد الحمد محمد عادل ومحمد عادل محمد عادل الوقت في قرار بالمسألة بعد الاحتواء اللي حصل اعتقد انه كان ممكن يبقى محمد معروف موجود في الفار لانه برضو الغندور سبق لي قبل كده في الفار مع النادي الاهلي وفي حاجات لقطات لكن انا ما بحب عيسي تقل فيه وبقول انه دايما البطل دايما البطل لا ينتظر المساعدة من الاخرين البطل عليها ان يكتهد لا 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 اصخيبك ده الكلام ده ممكن يتقد وقد يجيو قولك انتو مش حضرتك ده لا لا ده احنا نكتب ترجمة على الشاشة ده رأي الصحافة لا حياة ده رأي الصحافة يعني لو حضرتك بساعدني انا حكب وبتقول لي دهائل وانا قلت لك احيانا يا فندم انا مبارح قلت حضرتك ايه انا اسلام النادي القناة سوري او انا اسف البيت الكبير رأيه ان احنا نأجل المات قال لك النادي الاهلي نزل بيان على قناة يا جمعنا ما حصار اول انا اريتش اريت اتخذت خمس ستة عجاب الهدف 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 من الموضوع ده انا ما تنبوش الهدف من الانا بقوله انه البطل دايما زيما الناس بتحاول البعض يحاول يصور والكلام اللي بتقال اللي هو ملوش لازمة نحن نرد عليه لانه الرد عليه بيعطوله قيم انا من بقول هذا الكلام بقول مهما يكون مين اللي في الملعب انت وقدرتك وصيقتك في نفسك ومكانياتك توجب رأي حد انك انت بيلفوز بالجهد بالعمل الكبير اللي انت بتعمله مباراة بيرامز اصبحت من المباريات الكبيرة مصبوط في النادي الالف هي في النادي الالف لازم تبقى كبيرة طبعا فريق في الطرف الثاني بيطور نفسه بتحقد مع لعيبة لا هو مش بيطور هو بيصرف على نفسه يعني محدش عارف ده بيحصل ازاي لكن الى ان يحدث ضبط الادوات الكرة هتفتح بقى موضوع تاني لا لا مقصدش بس عشان احنا قلنا اجل ترجمة للناس اختيار البنة واتمنى له التوفيق في المبارا وكمان يعني المساعدين اللي معاه واتمنى للي في الفور يكون برضو حريص على حريص على ان الحكم اللي في الملعب بس نجاح المهمة يا كابت السلام يتوقف على الحكم اللي بيدير لان الحكام اللي بيدير هو اللي بيختار هو قائد الملعب الامور في الفترة الاخيرة انه اصبح الحكم اللي في الملعب بينتظر المساعدة من الاخر وده في حد ذاتها كارسة لانه لما انت بتتفرج ونحن نرى دائما من صاحب القرار يعني ممكن أن يقول لك قرار أنت لا تقتنعش بيه ممكن لا تطبقوه طبعا أيضا هو سيد الملعب على فك فنحن نرى السفار سيد الملعب نتمنى أن نرى مباراة مهمة ومباراة كبيرة جدا وبقول أن لعبة الأهل في مواجهة كبيرة بتظهر فيها دائما طينة الكبار البطل بيبان في مثل هذه المواجهات وعشان أن أقول لهم يعني يا جماعة المباراة شوفوا أنتوا كنتوا فين يعني أنتوا كنتوا في كاس العالم للأنديه يعني نعبتوا مع مستويات بمحترفين يفوقوا مش عاوزين نتكلم عنهم ويكفيك محترفين الهلال السعودي يكفيك مع مونتري اللي أنت باع بالمراس اللي هو يعني بطل يعني عاوز أقول لك إيه خلي الثقة في نفسك وثقة الجمهور الأهلي ونعبت الأهلي الثقة في النفس والجهد والعمل اللي هيتمه بكرة نابع من حاجات كتيرة جدا صح هتواجه منافس هدفه برقم واحد وده من حقه طبعا من عايز أن يقصد يقوله تاريخ طبعا والتاريخ ده يتحبه من خلال مين وليس عايز أن يصار مع البطل طبعا مع البطل فلازم البطل يبرهن بكرة على قوته على تحضيره من براه واتمنى يعني إن شاء الله التوفير لنا الآلي ومصر المسلمين يكون حاضر في اختيار التشكيل وإن شاء الله نشوف مباراة كبيرة إن شاء الله أستاذ أسام هل اختيار كابتن أحمد الغمدور مرة تانية لأن أنا عدت فكرت هي تلات حاجات إما هناك نقص في الحكام الفار فبالتالي كابتن أحمد الغمدور يحكم النهاردة مباراة الإسماعيلي والمقصة في إسماعيلية ويجي بكرة يحكم الأهلي والبيرامدز في الفار أو ثقة كبيرة جدا من لجنة الحكام في الكابتن أحمد الغمدور وشايفين إن هي مباراة كبيرة وبالتالي عايزين يحطوا كابتن أحمد الغمدور اللي هو حكم كبير يتحط في هذا المكان عشان يبقى دنيا تمام يا إما الحاجة التالتة هل هناك تعينات معينة الحكام معينة في المباراة معينة هم دون التلات حاجات اللي في دماغي بصراحة شوف يا كابتن هو فيه ميكس من التلاتة لكن في النهاية الأمر يصعب فيهم عشان كده أنا بنروح للبطل تاني إنما هو طبعا فيه قلة مقصودة في حكام الفار الدورات والحاجات دي زي ما بالزبط كده الإخوة اللي جم أخر لجنة بتاع ليس كل ما يعرف يقال كانوا متفقين مع الشركة بتاعة الفار وده كلام حقيقي جدا تأكدت منه على مسؤوليتي إنها بتعمل بالماتش لغاية الترينينج ما يحصل لأنه زي ما تكون دي العربيات مثلا بتاع اللي هو معرض السواء اللي بيعلم السواء إلى أن تاخد الشهادة فيجاب لك العربية الجديدة وبالتالي كل ما وراء اعتقد تلات تلاف وحاجة دولار ما دفقوا لهمش بدعوا أن هما العقد وحش والناس دي مش شركة ومش خبرة طلعوا هما شركة حقيقية لكن خلينا نقول برضو الحقيقة أنه كان فيها أن اللي هنا دول ما هماش يعني الأصل دول زي موزع ولكن ما أخلوش بالعقد المهم أن هما فضلوا بقى هما يصرفوا لأن التاني كان عايز يعطل الفار أو يخليه بالماشهد ده أو يستفيد من يعني ترضية الصحاب الصحاب والحبايب نجا لحضرتك هوا يفترض بقى أن الاتحاد الجديد ده جاي عشان يعمل إيه؟ أيوة علشان يقطع الورق القديم ويحط العقد الجديد نصر بعيني ويسدد للناس مستعقتة عشان يجيبوا الفرجن الجديد اللي هو بقى فيه الضبط بتاع الأوف سايد واللي فيه كل الأدوات إلى جانب التريننج بتاع اللي هو اللي بيبقى موجود معهم الفني ده يبقى هو كمان عنده دورات بيكتاز اللي اكتازوا الدورات الغندور وابن الكابتن شناوي ومش عارف يعني كام حد وابن الكابتن عزب وحاجات كده على أساس يعني هما رايبين من الفصول فبيروح هما أول ناس الصبح وما عندناش مشكلة فهنمشيها انه فيه قلة ثم اللي هو امتدادا لأحد يعني من الأسماء في ياسيدي ماشي الجينات لكن عليه هو كمان انه يتذكر جيدا انه هو أحمد الغندور وانه الغندور الأصل راجل عالمي ودولي وكذا وانا كنت سعيد بيه لما كان بيحلل في القناة النقلة لأمم أفريقيا الحقيقة كان رائع كان نموذج مصر رائع كابتن يا صامحة فتح فين دلوقتي بيدي محاضرات كده على رفايع يعني في الفيفا طبع الفيفا في الإمارات طبع انتوا بتعملوا بقى هنا كده ليه هو احنا دي ما تستحقش منكم انه الناس اللي بتروحوا تحضروا معاهم دول تجيبولنا كام حد منهم ليه لا أنا مش عارف زي اتحاد كرة يسمع بيان من النادي الأهلي عجبه مش عجبه فيوزع على كتيبة صغيرة يعني وده ما يصحش انه ايه السادة جمال علامة اتصل بيهم وقال لهم ما حدش يرد وهو يعني الاهلي ما بيعمل بيانا هو انت فاهم ان الاهلي عامل بيانا عشان انت ترد الاهلي يريد ان يكون الشارع المصري هادئ في اوقات عصيبة على الدنيا بحالها افهموا بقى دي يعني صناعة بهجة وصناعة امن قومي في نفس الوقت وبالتالي يصدر لك انه خلي بالك الجمهور تعبان ومأزوم وسامئ الكلام واحنا عايزين الصناعة الدور والعدد يزيد ويمكن الرابطة النهاردة بتؤكد انها اللي انا برضو ما اعرفش بتيجي امتى حدش عارف موقع ده برضو لكن طلعه النهاردة قالوا هيطالبوا ان العدد يزيد عشان يبقى فيه بيع وشراء مش فيه لقد رصدنا 300 مليون وهنشتري احسن لعيبة وانت مش عارف الانكم من اين الحاجات الصحيحة دي متعبة فالبطل هنا عليه قال لا ينتظر من الاخرين الا كل ما هو ان يضعوا عراقيل في طريقها كابتن حتى شخصية البطل في السينما هو بيجري بالحسن ينط من فوق القلعة ومش عارف ايه ويكسر السينما اللي جي في صدره ما فيهاش حل تاني يا كابتن والله ما فيه حل تاني ليه الى ان يستطيع ان يصل برسالته فيخرج هذا الذي يعبث في المدينة الكروية المصرية ليه لانه هم مش واخدين بالهم في قادم الاحوال مش النادي الاهلي بقى هناك من بدأ بالفعل يعرف ان مصر غير اتحاد الكورة وان في الفيفا شكاوى من حاجات كتيرة مخلة تخلي الدوري مش مصر برضو على المنتخب يسألوا اللي مشغلينهم دول وحاجة منهم خاصة بالنادي الاهلي اللي كانوا مشغلينهم بقى ما انا بقول لحضرتك لا مش اللي هنا كمان اللي برعاية فلان فلان ده مش هيقدر هناك شكوى ضد انفنتينو تحديدا في الكاس المحكمة الرياضية الدولية باعتباره وهو المسؤول بشخصه وبالتالي مش هيبلع بقى ان هو سايب دول حتى الراجل المتسب ولو حضرتك فاكر هنا قلتلك هذا الرجل قادم ورأينا يعني التحامه مع الخطيب ورئيس مازنبي وتاني اتنين تاني من القارة اللي هي الانديها الكبرى ماذا حدث الدغدغ على دماغه عشان ما يقماش تاني من هؤلاء العرابين عشان يروح للسيد انفنتينو مفيش كلام هم زالوا من قدتو ليه هو قدتو كان لهم فعلا مش هيعاتكو هنا قدتو قال لهم الملاعب دي نقدر نشتريها نجوم القارة دول يقدروا يلعبوا هنا اكسام الاستداد دي بتعملها شركات فيه موضوع كبير يا كابتن وبالتالي هنا اولى بمصر مقر الاتحاد الافريقي ان الاتحاد الحالي يطهر بقى ده اذا كانوا يريدوا صلاحا يعني امم هم ماشيين في هذه الاجراءات وفي هذا الاتجاه مقارنة فنية استاذ محمود ما بين بيتسو موسماني وايهاب جلال كابتن ايهاب جلال حقيقة عمل شغل جيد جدا مع فريق بيرامد سواء في الدوري او حتى في البطولة الافريقية بيتسو موسماني واحد من اهم وبيكتب اسمه الحقيقة بحروف من ذهب مع النادي الاهلي وبالتالي الاتنين كل واحد عنده فكره دايما بيتسو بيفجئنا بحاجات دايما كابتن ايهاب بيفجئنا المباراة السابقة كانت نزها بالنسبة يعني كانت مباراة سهلة بلاش نزها عشان كانت بيلعب معقولين العرب اللي كان في اسوأ حالاته الحقيقة وبالتالي كابتن ايهاب جلال لعب عدد كبير من اللاعبين اللي ما بيلعبش بهم دايما الاحتياطيين عنده ونزل الأساسيين في آخر خمس ده وآخر نص ساعة في المباراة وبالتالي هو مريح والأمور جيدة مباراة خشنة مباراة فيها اثنين سفر ثم اثنين اثنين ضغط عصبي كبير كيف يفكر كل مدير فني من وجهة نظرك في هذه المباراة الصعبة جدا في ضل او في ضوء اللي بيحصل حوالينا اولي انا اتكلمت فيه ده كله يعني انا مقدرش اقارن ما بين الاثنين يعني لانه اختلاف يعني رسيد البطولات على قل فرق كبير رسيد البطولات تحديدا جدا ومبين مدرب تحمل لضغطات وعمل مثلا عدد كبير جدا من البطولات في جنوب افريقيا مع عصان دونز عمل دوري ابطال افريقيا 2016 عمل مع النادي الاهل في 7 شهور 8 شهور بطولتين دور ابطال افريقيا غير الربقة برونزية ولكن عاوز اقولك فاز بنتاج مباريات كل الكبار في القر طبعا عاوز اقولك يعني المباراة هتبقى صراح ما بين مدرستين خلي بالك انت عندك هنا تنويعا من اللعيبة ما بين جنوب افريقيا والمغرب وتونس وبروكينافاس ومالي في كل في كل الادوات اللي موجودة ما بين الفرقتين نهيك بقى اللعيبة عندك كانت عندك وراحت للطرف التاني فيبقى فيه دوافة مختلفة النهاردة يا كابنسلام المدير الفني اللي هيستطيع اختيار التشكيل المناسب واللعيبة اللي هتستطيع تؤدي دور ودورين في الملعب بأمالة جديدة بقى لها افضلية يعني انت لما يعني تسمي تشكيلة الالي وتشكيلة الالي بدأت تبدو كأنها واضحة في الترتيب في المسألة من الشناوي لمحمد هاني بعودة ياسر إبراهيم النهاردة مع كمان وجود رمي ربيعة كمان عودة أيمن أشرف هالا هيكون لدور كمان محمد عم منعم عندك كعالي معلول في نص الملعب هالا هيلعب بتلاتة حمد فاتح وديانج وسولية هالا بزرط يعني 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 هلالة أكتر من بعض وهلحيلعب يعني احنا سمعنا بعض الأخبار في بعض المواقع بالمناسبة وبعض وعلى السوشال ميديا انه هو من الممكن جدا انه هو يغير من طريقة لعبه ويلعب يريح بعض لما هو قادم الصراع هيبقى كبير جدا على الطرفين هيبقى مهم جدا حال تركيز محمد هاني كمان تركيز علي معلول يعني هيبقى فيه شغل كبير فيه عمل فيه مباراة كبيرة كده نتتوقحها مسماني كابتن يهاب جلال دي من المواجهات اللي هتبين على الحالة اللي ماشي عليها بيرامتز في تفوق وفي الكون الفدرالية وفي الدول اللي هستضم بالبطل ماشي مش هقدر أقولك انه يعني التفوق لأ بيرامتز سنة دي مختلف كتير جدا يمكن أكتر من صفقة بأمانة أنا يعني كمتابع لأ فرقة وقفة على رجليه خاصة الصفقة اللي في نص المنعب تروري أو براهيم تورين بتاع كونتفور أيضا المهاجب بتاع كبتون لعيب يعني خطاف سريع جدا أيضا وليدي الكارتي من اللعب اللي انت عاربهم بييجوا من تحت وطبعا كمان رمضان صبحي دلوقتي في رمضان رمضان مع عبدالله الصعيد دي أدوات اللي هي في إيد إيهاب جلال حالة اللعبة في المباراة في الفرقتين خلي بالك فايصل يعني يوم المباراة حالة اللعبة تبقى عام طبعا كل تفكير المدرين الفنين كل واحد هيكون مهمته إزاي إزاي يسيطر على مدقة المنورات لكن أنا من وجهة نظري الفريق الذي سيدافع جيدا وسيدافع جيدا سيفوز بالمباراة الفريق المشاهتم بالدفاع بقوة ويلعب يعني باعتمادا على السرعة وعلى التحركات هيبقى يعني هو ده الأقرب للفوز الفريق اللي هيستفيد من الفرص اللي ممكن تكون شحيحة وممكن تكون قليلة جدا فيها كمان استخدام بعض التفاصيل المهمة جدا سواء من مسماني أو إيهاب جلال هتكون فيسر أنا شايفها يعني مباراة كبيرة شايفها بخبرة المباريات ومشوار مسلماني أعتقد أنه يستحق أنه يقدم مباراة كبيرة لحاجات كتيرة جمهور الأهل منتظر منه قدام برامز ويهاب جلال أنه يبرهن على قوة البطل وأنه البطل ممكن يمر بظروف عادي جدا هي ده الكورة لكن في المباراة لزي دي تجهيز اللعبين نفسيا هيكون فيصل ومهم جدا حالة اللعبة الاختيارات هو تفكيره عاوز عاوز المباراة عاوز المباراة واللي جاية كمان يعني هو كمان عنده حسابات مباراة سانداوس كمان سانداوس كمان نقلك وخليك ثلاثة العصر وصفر بعد كل ده الحساب لكن ايه أعتقد التركيز كله هيكون في الدوري لأن الدوري رقم واحد بالنسبة للنادي الآن أكيد طبعا يا كابتل لأنه في الآخر عندك مهمة قدام فريق كل ما يستطيع أن يقدمه قدام النادي الآلي هو أن يفوز بالمجد إذا استطاع أنه يعني يكسب البطل طبعا وبالتالي هو أعد العدة جيدا بكمية من اللعبين غير مسبوقة يعني يعني بلا حسابات يعني مالية تحديدا وبالتالي هو يملك هذه الملائع إلى جانب كله في المباريات أو المشاركات دوليا وقريا يعني وبالتالي عنده شوية راحة بدنية اللي لعبته ما عندهش كمان دوليين كثر يعني زي النادي الأهلي كمان في حاجة مهمة فات بس السيد موسماني بس هو رجل بقى يقدر يتدرج ده فكرة التدوير مبكرا فهو دلوقتي لا يقدر يدور فورا ولا يقدر كمان يلعب الجيم زي الفرقة دي بأقل من الأساسيين لأن النادي الأهلي ما عندهش حاجة اسمها احتياطي عنده بودلاء عنده احتياط بس في بنك بعد هذه المباريات الحساسة إعادة الحسابات دي فورا أنه يبقى عندك 223 لعيب لما لا يعني أنك أنت في أوقات الفراغ اللي هو بالنسبة لبقية التيم يطلع الفريق ده يلعب ماتش هنا وماتش هنا حاجة كده زي الفريق التاني في كل دول العالم ده اللي هيفتح يعني رؤية جديدة وده اللي هيخلي التدوير بالنسبة للسيد بيتسو ما أسهله لأنه ساعتها هيبقى عنده مخزون لبقى الميكي لحسام حسن لكل كل الموجودين مع طبعا عودة الكتيبة زي المغربي وغيره لا لازم هيبقى فيه انفراجات خاصة وأنه السوق الكروي السنادي يبدو أنه قادم كده على يعني يمكن الدورة الأولى لمجلس كابتا حمود الخطيب لما حصلت كده هجمة شراء من أي حتة وكل حتة بأرقام يعني فلكية لا يستطيع الأهل أن أفعلها مهما كانت الفلوس في الدولاب أو عن رف يعني دي أنه من الصعب أن أنت تقايم لعبين في دوريات منزوعة الدسم الجماهيري وبالتالي الانكم وإلا بقى الأهل يشوف له حد يقول سنرصد والأهل دي مش طبيعة الأهل فريق محترف فريق عالمي فريق يملك كل هذه أجينات التي تحاسب عنده ليفل للتسعير وبالتالي لا يمكنه أبدا إدراك اللعبين اللي بخمسين مليون واللي محدش عارف بعد كده بيروحوا فين أو لما جم يا طرى بقى فيه تذاكر بتتباع زيادة الحاجات اللي بيحسبها النادي الآلي يا طرى عندهم ستور أصلا يا طرى عندهم أي حاجة يعني بتاهم الحاجات مندي يعني ولا هي الحكاية حد جاب لابنه بلاي ستيشن الله أعلم لكن خلينا نقول أن النادي الآلي في هذه المرحلة فور ولا فايل بقى فيه سكس دلوقتي يا عم لا لسه خمسة آخر حاجة لا الناس بتسلم برده كبت الناس اللي بعدها كبت صحيح على رأيك بس فهو ده الموضوع إنما هنا تروع عمل استوب زي ما سيد محمود قال وحضرك طبعا أكدت وكنت أحد أبناء صفحات هذا التاريخ يعني في وقت ما لا هنا بقى شخصية البطل أي بمن حضر وشفناها في منطلية الحقيقة سيد محمود بالزبط لا طبعا لا يعني شفنا هذا الأمر آه طبعا بتبقى الأمور أنا محتاجة أنا أنا عايز كل اللاعبين يبقوا معي أنا ساعتها كان عندي 14 لعب أي أنا عايز أفكركم حاجة عبد المنزاة شوفوا رابح مجر هذا العالمي العربي الجزائري قال إيه بعد ماتش المريخ عشان الناس تعرف يعني إيه بمن حضر مش بس يعني إيه النادي الأهلي يعني إيه كتلة من التاريخ مع ناس في الحاضر بتدير بنواية أن المستقبل يكون لصالح الموجودين بعدهم مش فكرة أنه يجوا هما يروحوا كحتينها بالبلدي وخلاص لسنواتهم هما لا كما تسلموه كابر عن كابر بيسلموا النادي الأهلي ناجحين وأقدموا شيء للمستقبل يفضل سابق به على طول كابتن مباراة بنامز مباراة قلب مباراة روح نعم مأمانة شديدة قال فن الفنيات موجودة لكن لابد أنك أنت تحتاج اللعبة يتحل بالقوة أصودي مباراة بتبرهن على حاجات كتير دي قلب دي ما أقول لازم بتبرهن على قوة البطل وعاوز اللعب تلاقي لازم يدركوا أنه في حاجات كتير توقف عليها نتكتب طبعا الرد على حاجات كتير وقطع ألسنة تحاول أن تنال من الفريق وتقلل منهم وكلام كده رغم شوف كل اللي أنت عامله ده كله هناك كبن يجد لنفسه الفرصة ويمتلك ويماري ويكذب حول فريق وصل للمستوى اللي هم فمباراة برامتز أصودي أنا مش عاوز يلعب أصودي أهلي خايف من برامتز أصودي أهلي مش عارف إيه عارف أنت الكلام صح كله ده كلام يعني بيحاول إيه النايل من العزيمة يعاول النايل من الإصرار لكن عايز أقول لك أنه لعبت النادي الأهلي نفسيه مطالبين بالرد وبإثبات في تسعين دقيقة على حاجات كتيرة جدا وناس كتيرة جدا محتاجة تقف مع نفسها وتقول أنها تستحق إنها ترتدي تشارة النادي الأهلي نادي الأهلي أقدم لها كل الإمكانيات وحطها في الصورة وحطها على منصات التتويج ومحد الصحف فضل على هذا المكان المكان ده هو صحف فضل على الكل والفريق دائما الأهلي من أهم ذاته أنه دائما المجموعة كلها بتزيم وتنصهر في فرض واحد هو اسم النادي الأهلي ما فيش نجم فأعتقد أنه مثل هذه المباريات هي مباريات صانعة النجوم فريق قادم عنده كل الإمكانيات أموال كبيرة جدا دعم كبيرة جدا هدفه حاجة واحدة بس هو من فصل البطل على البطل أن يؤد هذه المحاولات مبكرا برمج مستحينة برمج صعبة وعندك رجلين زيه وعندك قدرات أنت أحسن منه أنت البطل فمطالب أنك أنت تبرهن مطالب الناس تراجع أخطائها وتراجع تركز إذا ما كانش فيه تركيز في المباراة دي هيبقى فيه مشكلة كبيرة أخيرا يا أستاذ عصام تشكيل النادي الأهلي من وجهة نظرك وبالمناسبة أنا ما بسأل ده تشكيل النادي الأهلي مش معلومة عند الأستاذ عصام ولا معلومة عند الأستاذ محمود أما بيقولوا وجهة نظرهم ممكن يبقى وجهة نظرهم أن الأهلي يلعب عشرة واحد أنا وجهة نظر أن النادي الأهلي لا يعطي فرصة لفكرة التأمين الزائد أنت لا تلعب مع شريحة أعلى ده مش تقليل من حد ده فعلا أقصد لا فنيا أنا أحكلم موجهة نظر فنيا أنا أحكلم موجهة نظر فنيا أتصور لو كان ياسر وأشرف يا دوبك عائدين من الإصابة يبقى ربيعة زي ما هو حمدي فاتحي والسولية أو حمدي فاتح والسولية وأليو ديانج تمام قدامهم واحد من اتنين إما أفشا أو عبدالقادر وبالتالي يبقى عندنا في الفروضة محطوط محمد شريف فروض وعلى جناح ميكي سوني وهو طبعا لما تقول له يلعب لازم يلعب ميكي سوني أو بيرسي تاو لا ميكي سوني بيرسي تاو في مباراة زي دي محتاج ألا يبدأ من وجهة نظران حضرتك قلت أنها مش معلومات لأنه خدم في خمسة وعشرين يعني لنص دقيقة لتلاتين دقيقة شيء رائع جدا لكن المسافات بين إصابات عضلية منها اللي هو الشد أو الواقرب من التمزق محتاج وقت عشان يعود لأنه كمان لعيب شاطر وخبرة مرضيش يدوس على نفسه في بعض الأحوال يمكن الناس كانت فاكرة مؤمن لا ده خبرة كان بيرجعها ماشي لازم يعمل كده وإلا التمزق كان يبقى أخطر وبالتالي يديره فرصة يكون الناس بازلت شوية جون إنما لابد لك من عبدالقادر ولابد لك من ميكي سوني أنت في فرص راحت بس ممكن يكون الراجل عند وجهة نظر فنية بعد ده لسه كمان ده وجهة نظر الممكن للفنية عصاب شاتو ده هو ده المسؤول بقى في الآخر وكمان في ظل يعني متابعة من الخطيب ومحسن صالح والذين معهم طبعا فبالتالي أنا أتصور أنه كان يبني على اللي عمله مع ميكي سوني لأنه هو جايبه جاهز فالماتش ده هيبقى ماتش ميلاد نجوم محمود قال وبالتالي يلعب بفردة تانية لكن وبلا يعني أي خشية والحمد لله أنه الكلام يدوب خيال بلا حسين الشحات وطاهر أصلا عليهم أنهم ياخدوا نفاسهم شوية وأن يعطي فرصة لآخرين من اللي موجودين معه على الدكتور سيد محمود هو طبعا حسابات كتير أكيد طبعا لو أنت المدير لو محمود صام أول أنت عندك محتاج تقفل طرفين يعني لازم محمد هاني وعلي معلول بس هنا لو تحط محمد هاني وعلي معلول هتجيب محمد عبد المنام أنا وجهة نظري أيمن أشرف تمام أيمن أشرف ممكن هيلعب دورين باك وصردباك باك وصردباك عشان عالي معلول مبارا دي تحتاج أنت عايب علي زوء نعم علي نازم علي زوء عشان تضغب لو سلمت خلاص هتأتي تعب طبعا حمد فتحي والسلية وديان لأن حمد فتحي والسلية وديان لأن حمد فتحي ملي أدوار مهمة جدا وكمان لما حمد بتأخر بيد السلية فرصة أنه يروح قدام عمد قادر نجم المباراة حمد أبادر أحمد أبادر إن شاء الله لو في تركيزه تمناها يكون في تركيزه هيبقى نجم المباراة معاك برستها ولازم بقى موجود من البداية من البداية ومحمد شريف طبعا شريف متفق عليها نحن دينك كده نقصين واحد كده ولا تمام تمام كده تمام كده تمام كده خلاص يا كده هي ده هو ده 4 3 3 تمام هي يا أم أنت خلي بالك يا أم أنت هتسحب 1 من نص المرة فهتنزل أفشا تخليت 4 3 3 4 3 3 ودي 4 3 3 3 أنت برضى أنا فكرة 4 3 3 دي فيها من جواها مشتقات يعني محنا بنقول مسمايات كده نعم كامل احترام منها. أنا أقول لك إيه فيه لعيبة تقدر تقوم بدورين وثلاثة في المال. طبعا. هنا ده اللي بتكلم عليه على إنه دي رؤية مدير فني هو عارف عاوز إيه من المباراة. ما أنت برضه بتقيم المدير الفني وشغله هدفه إيه وشاف الفرقة الأدامه عاملة إيه. تمام. يعني أنت إيه برضه أنت لا هتحترم رقم واحد احترامك للمنافسه وبداية الطريق لنحو الانتصار. دافع جيدا. أيوا. الدفاع رقم واحد باثنين وثلاثة هتستطيع أنك تفوز. لكن فتحت المباراة بصورة. يعني أنت كبير لا هبع عندك وخلي بالك. لا الفرقة الثانية عنديها من. حكريت كل داعي فكرة نهاز الفرص. بس هو هدفع جماعة برضه عشان على رأي كابتن إسلام الترجمة. وإذا لم يكن لدى اللاعبين على فكرة. طبعا لا لا. أنت تمكن من غلط ملعب. بص يا كابتن نوز كابتن. الانتحامات. رقم واحد لازم تنتصر فيها. الانتحامات لازم تأخذ الكرة الثانية. آآ كرة الثانية لازم تأخذها. أنا شايف أن أهم حاجة بكرة هي الكرة الثانية. افتقاد الكرة وتركها فترة في رجلين المنافس دي مشكلة. طبعا. لأنك أنت لازم تستردها بقوة. لبناء هجمة. لا تقدم فرصة لو وديت فرصة خلاص ما هجمت. الانتحامات والاسترداد الكرة. طب والروح دي رقم واحد. دي عناصر على مدار التاريخ العالي يا جماعة. وكابت السلام كان يعني من ضمن الكتيبة اللي عاشت فترة كبيرة جدا العصر الزهبي. كانت أميز شيء في من والجزيه ومقابل من والجزيه. الروح قتالية لا تتوانى عن جهد في مرأة. لا ينتظر من المدرب أن يواجهه. لعيب عندها الجراءة والقوة واخد الثقة من نفسها. فأعتقد هي دي من نسبة للمبارايات الكبيرة المهمة جدا. أنك أنت ما تديش لفريق صاعد بور وقوة. تخليه يعلي عليك لأ لابد أن تضع في حجمه بالاحترام ومزيد من العمل في الملعب. واحترام قدرات لعبته. ده يتوقف على تركيزك وحالتك في المباراة. وأنك أنت رافض لفكرة أنك أنت لا تخرج من المباراة خاسر ثلاث نقاط. يوازه ست نقاط في فداية مشهور استعادة درع الدول. عندي سؤال بس أخير في ضمن بروتوكول. وبما أن بكرة كابتن بنا وهو رجل خارج أي دوار شكل حقيقي. ضمن بروتوكوله أن يراجع الحكم والمراقب وضع الكاميرات. مهمة جدا. ده لازم. لأنه الإخراج مسؤولية في مبارايات يتوقف عليها كمة الدوري. خلي بالك دي مباراة القمة الحقيقية الموسم ده. تمام؟ وبالتالي أرجو أن يكون محمود البنا زي ما احنا عارفينه. مش هقول عندي حسنين لأنه الراجل الحقيقة ما عندهوش أي أخبار. إلا الحاجات اللي بيتكعبلوا فيها بقى. فخلي بالك ما تتكعبلش لحساب حد. ثانيا أرجو أن تراجع كما قرأت في الكتاب. وضع الكاميرات وتعرف مين المخرج عشان تقول له ساعدني. ساعدني الله يديك. لأنه اللي حصل في الماتش اللي فات. وعلى فكرة لما حد يقول كنت بتابع الهجمة بسرعة. لا ده منفعش في التلفزيون المصري. اللي الناس بديتنا حقنا وقالت لا يجوز في القنوات اللي خدت مننا الإشارة. لا يجوز إنه يتقال كلام زي كده هم بنفسهم. صح كده لأنه في النهاية أنا كمشاهد بقى بعيدا عن أهلاوي. كمشاهد أهم أو أقل أقل حقوقي كمشاهد هي إعادة اللعبة في أي مباراة أقل حقوقي يجي في الدنيا لكن ما تتعادش غير بعدها بعشر دقايق ولعبة تانية ما تتعادش خلص. أظن إن ده شيء ما حدش أساسا يعني كل ناس اعترفت بخطأ فيه. معلق المباراة نفسه. تمام. معلق يا مخرج الدين اللقطة. ده ربع أربع تلات أربع مرات. وقال له الدين اللقطة عيدا. وقالوا لك بقلول الله يديك. أبداً هتشوف إيه اللي حيحصل في هذا الأمر. كل خير إن شاء الله. يا رب إن شاء الله للنادي الأهلي في مباراة وبكرة أنا بشكرك جدا يا أستاذ أصام على مباراة. شكراً كابتن شاء الله ربنا يا كلا حضرتك. شكراً جزيلاً يا أستاذ محمود على وجودك معنا. أنا بشكر أستاذ محمود طبعاً وأستاذ أصام. خلونا أقول لحضراتكم من يقود هجوم النادي الأهلي بكرة أمام بيرامدز. هاخد كل إجابات حضراتكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. بعد الفاصل هطلع فاصل وبعد الفاصل هرجع أستقبل أحمد الحنفي وأيمن جيلبرتو. هنتكلم أكتر من الناحية الفنية بعد الهجمات الخاصة بفريق بيرامدز. هنواليها لحضراتكم وإزاي يقدر النادي الأهلي يقفل. وإزاي يقدر يحرز أهداف غداً إن شاء الله في هذه المباراة الهامة جداً. بعد الفاصل نستقبل أحمد الحنفي وأيمن جيلبرتو. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر